اشتركوا في القناة واكدا ان هذا الانجاز المشرف يعكس ما تليه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدة من اهتمام كبير بالشباب والرياضة واعرب المجلس في جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية اعرب عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها الوفي بدوام المحبة والوحدة والتآلف ومواصلة التقدم والرخاء والازدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة ايده الله ورعاه وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بخالص التقدير والاجلال دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل امن البلاد واستقرارها ونمائها وتقدمها واكدا ان الاحتفاء بالشهداء واجب وطني واخلاقي لترسيخ قيم التضحية والوفاء والعطاء كما هنأ المجلس بافتتاح مسجد المغفور لها شيخ خالد بن علي الخليفة في منطقة سترة والذي تم بناؤه بتوجيه من المغفور لها سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه لخدمة المنطقة مباركا للجميع افتتاح هذا المسجد الى ذلك ابدا المجلس اعتزازه العميق بروح التسامح والتعايش والمحبة التي تتميز بها البحرين منذ القدم وبالحريات الدينية الواسعة التي ترعاها الدولة مرحبا في هذا السياق باحتضان البلاد لأعمال الطاولة المستديرة الدولية للأعمال والحرية الدينية وفي سياق متصل رحب المجلس بزيارة شيخ الاسلام سماحة الشيخ طلعت صفى تاج الدين المفتي العام لروسيا رئيس الادارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الى مملكة البحرين مثمنا جهود سماحته في خدمة الدين الحنيف وفي نشر قيم الخير والفضيلة والسلام وفي موضوع اخر ثمن المجلس المنجزات التاريخية الكبيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى اربعة عقود من العمل المشترك ضمن اطار رؤى وتطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات